عايزين كمان نسألني أفتك عن البعض يعتقد أنه ردبة البتولية أعلى من ردبة الزواج أو أقيم أو أحسن وينظر إلى الزواج كدرجة أنية هو زي ما الكتاب بيقول الزواج أفضل من التحرق لكن بيقول من تزوج فعلا حسن ومن لم يتزوج فعلا أحسن إطلاقاً ده إحنا بعد عمر طويل هنروح في حضن أبونا إبراهيم اللي متجوز ومخلو عقيقي هلو أولي لا كل حاجة ليها الميزة بتاعتها لما يقول لسي الرسول بيقول من لم يتزوج أحسن ليه لأن لم يتزوج هذا الإنسان هيتخصص ربنا عشان كده قال غير متزوج يهتم فيه ما للرب كيف يرطي الرب ده خدمة تكريس والزواج والزواج كويس جداً ده بالعكس ده لما يكون إنسان متزوج ويخدم الكاهنة كلها متزوجة وبتخدم كتير من الشباب بتوع خدمة الشباب ومدرس أحده الخدمات المتنوعة في الكنيسة متزوجين ويخدم هو ومراته في مجالات متعددة في الكنيسة بالعكس الزواج أحياناً يحمل إنسان من أخطار من بره لأن إحنا عايشين في مجتمع مفتوح وخاصة دلوقتي السوشيال ميديا مفتوحة على آخرها حقيقي فعلاً فلما يكون لتنين متجاوزين ويحبوا بعض ويعيشوا حياة زوجية حلوة خالص نبرة واحد بيتجنبوا المتاعب اللي بره والشهوات والإغراءات اللي بره نبرة اتنين كل من هما يساعد الآخر في حياته هدية الحياة الزوجية لكن لا من المتزوج فعلاً أحسن ده للمكرسين المكرسين والرهباء موطة مهمة جداً لكن الناس العاديين يعني مثلاً كام واحد في العالم راهب ومش متجاوز مئة ألف مثلاً لكن كام مليون ولا كام مليار متجاوزين ده الوضع الطبيعي يعني